من النقطة دي ندخل في الأجواء بتاعة ماتش الأهلي الأهلي والنجم إن شاء الله المبرارة المرتقبة برضو أكيد الجماهير هتعيش لحظات صعبة لغاية انتهاء هذه المبرارة وإن شاء الله ندل الأهلي زي ما معودنا وزي ما رجالتم معودانا إن شاء الله إن هم دايما يطلعوا أو دايما يبقوا قد التحدي لأنه هو تحدي إحنا دخلنا في تحدي إن شاء الله دايما نبقى قده كل دعوات الجماهير الأهلاوية المخلصة لفرقتها إن شاء الله أنا تكتاز عقبة النجم مباراة مستهلة مزيزا من الناس متخيلة وأنا قلت قبل كده مباراة مستهلة مباراة صعبة جدا جدا النجم غير ترجي خالص الملعب غير الملعب الجماهير غير الجماهير الإسلوب غير الإسلوب الأدوات غير الأدوات الأدوات في كل حاجة أدوات التعامل مع التحكيم عندهم سلسة جدا جدا وبعرفوا إزاي يتعاملوا مع الحكام وكان ليهم سوابق قبل كده يا رب إن شاء الله يعني يكون الحكم على قد المسئولية المهندس محمود طاهر إن شاء الله يسافر لتونس الجمعة لرئاسة بعثة فريق كرة القدم المهندس محمود طاهر رئيس نادي الأهلي يصل إلى تونس يوم الجمعة المقبل لتولي رئاسة بعثة الفريق خلال مواجهة النجم الساحل التونسي بزهاب الدور نصف النهائي ببطولة أبطال أفريقيا وكان المهندس محمود طاهر قد عاد إلى القاهرة بعد انتهاء مباراة ترجيء التونسي بإياب دور السمانية من البطولة لإنهاء بعض الملفات الخاصة داخل النادي على أن يعود إلى تونس مرة أخرى كمان المهندس محمود طاهر بيتطمن على بعثة الآلي في اتصال هاتفي مع الكابتن سيد عبد الحفيز اللي تلقى اتصال هاتفي من المهندس محمود طاهر رئيس النادي الأهلي للأطمئنان على أحوال الفريق وكافة الأمور المتعلقة بصفر البعثة يوم الخميس إلى مدينة سوسة إن شاء الله يعني بكرة وقال السيد عبد الحفيز أنه طمأن رئيس النادي على كافة الترتيبات الخاصة بصفر الفريق أخبروا بأن الجهاز الفني فضل الصفر إلى سوسة الصباح غد الخميس عقب أو بعد انتهاء المران الصباحي ليعتاد اللاعبون على أجواء الإقامة والتدريب هناك وحتى يدخل الجميع في أجواء المباراة مبكرا ده قدامك وجماعة ده يعني بس مباشر للبدء في تدريب النادي الأهلي إن شاء الله اللي هيبدأ حالا قدام حضراتكم الجهاز الفني كابتن حسام كابتن أحمد أيوب كابتن طريق سليمان كابتن سيد معوض يعني كل الناس على قدم وصاق إن شاء الله كل التوفيق لرجالة الأهلي والجهاز الفني كل التوفيق لجماهيره كل التوفيق لمن ينتمي إلى هذا الكيان الكبير أوضح مدير الكرة أن كل أمور التنظيمية الخاصة بالإقامة والترتيب والانتقالات والتدريب مرتبة في سوسة لاستقبال بعثة الأهلي بعد حجز الفنادق وملاعب التدريب ووسائل الانتقال وغيرها من الإجراءات التنظيمية للمعسكر كابتن حسام بدري يعني تصريح شايف أنه معناوي أوي للنجم وليد أزارو بيقول أن وليد أزارو مهاجم جيد وله إيجابيات كثيرة في الملعب أشهد الكابتن حسام بدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بناد الأهلي بالمغربي النجم وليد أزارو مهاجم الفريق وأكد أنه له إيجابيات كثيرة في الملعب البدري قال كمان أنه مقتنع بإمكانيات أزارو وطالما هناك جدل حوله فهذا يعني أن هناك إيجابيات وسلبيات ولكن جاز الفني يرى الإيجابيات أكثر بكثير فهو دائما متواجد في المكان المناسب وكان سببا أساسيا في هدفي الأهلي بمرمى الترجي في ملعب برج العرب الإسكندرية وأوضح البدري أنه يضع في اعتباره الحالة النفسية لللاعب بعد استبعاده من منتخب المغرب وسوف يعمل على هذا الأمر في الفترة المقبلة يعني استبعاد وليد أزارو في الفترة إيجابيات حديدا لازم نعرف أن يعني أو من وجهة نظرا يعني قلت ليه دلوقتي بيعي استبعده يعني وليد أزارو بيستبعده ليه عندنا إحنا ممكن نكسب وارد إن إحنا إن شاء الله نكسب يعني مش عايزة قطع إن شاء الله تبقى مبراها يقدم النادي الأهلي مبراها قوية جدا إن شاء الله يكتاز بيها النجم السحلي ممكن تقابل فريق مغربي لما تقابل فريق مغربي وإنت عندك فرود بتحاول توقع في معنوياته وأكيد ده في مصلحة الكرة المغربية عموما يعني ده تفسيري لكن أنا استبعده دلوقتي مش شايف إن أنا عشان ضيعت فرصة أو ضيعت فرصة أو ضيعت ثلاثة أو ضيعت أربعة دايما يا جماعة المهاجم اللي بيضاع كتير تعرفوا إن هو مهاجم هيجيب كتير بعد كده لكن عايز السقة إحنا قلنا قبل كده وبندي دايما مثل بفلافيو اللي عادنا ما كانش حتى بيوصل لجون فلافيو لكن كان مستر مانو الجزيه كان عنده اعتقاد أو إيمان بفلافيو كفرود أو كمهاجم عنده إمكانيات كبيرة جدا وأصبح فلافيو يعني بعدها بسنة أو سنة وشوية أصبح فلافيو حديث الوسط الراضي كله في كل مكان بيهدف في كل حتة في أي مكان في أي زمان في أي وقت مع أي فريق فيعني وليد أزارو مشروع مهاجم متميز جدا جدا وإن شاء الله الأيام هتثبت إن وليد أزارو فعلا مهاجم من الطراز الفريد لكن استبعاده من المنتخب المغربي أكيد لها دور كبير في يعني وقوع وليد أزارو معنويا لكن أكيد هو فاهم كده أكيد الجهاز الفني فاهم كده أكيد زمانه وفاهمين كده إن شاء الله وليد يرد بكوة خلال المباريات المجبورة النادي الأهلي ترجمة نانسي قنقر